هي الحرب إذن في سقطرة دماء سالت وجنود سقطوا في أول وأعنف مواجهة عسكرية تشهدها محافظة أرخبيل سقطرة المطلة على المحيط الهندي من منتصف ليل الجمعة تحركت مجامع مسلحة من القوات المتمردة في اللواء الأول مشاه بحرين بقيادة العميد المقال المنحدر من أبيا الناصر قيس باتجاه مدينة حديبو بهدف محاصرتها بالتزامن مع قصف على المدينة هو الأول من نوعه في تاريخها المعاصر في الساعات الأولى للهجوم تمكن المتمردون من السيطرة على بعض النقاط الواقعة عندما داخل المدينة لكن القوات الحكومية وحشدا من أبناء سقطرة بقيادة المحافظ رمزي محروس قاوموا هذا الهجوم في مواجهة استمرت حتى ظهر الجمعة قوات الواجب السعودية المعروفة باسم 808 تدخلت في مهمة وساطة لإنهاء القتال وعودت القوات المهاجمة إلى مواقعها من خط المواجهة في مدينة حديبو توعد المحافظ محروس بمواصلة المواجهة التي قال إن مقاتلين من الضالع ويافع وأبيا فرضوها على أبناء الجزيرة التطور اللافت أن رسالة تحذير صدرت من المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ينذر القوات السعودية بسحب عناصرها من مداخل حديبو خلال 24 ساعة تحت طائلة التهديد رسالة كاشفة وذات دلالة فالإمارات بتدخلها سافر هذا تدشن مسار حرب جديد يضيف أدلة أخرى على فداحة الدور الذي تقوم به هذه الدولة بما يضع قائد التحالف في وضع صعب للغاية فإما أن تحفظ عهدها للدولة اليمنية وسلطتها الشرعية أو تكشف عن مؤامرة سيتكفل بإجهاضها الشعب اليمني الذي فاض به كيل الخداع والمؤامرات